اهلينا اليوم عن الراديو الراديو بين الماضي والحاضر من عصره الذهبي إلى هذا الوقت حيث قل استخدامه إلى ما قبل بداية ثورة طبعا رح نحكي بتفاصيل أكثر عن موضوع الراديو لكن بعد هذا التقرير جيل الراديو لعلها أدق تسمية لأجدادنا وبعض أبائنا الذين ما يزالون يعتمدون على هذا الاختراع القديم على الرغم من اندثار عصره الذهبي بعد توالي الاختراعات الخاصة بنقل الأخبار ثمت علاقة حميمية لكبار السن مع الراديو فهو رفق أيامهم منذ صغرهم كان الراديو أنذاك المصدر الوحيد لمعرفة الأخبار والاستماع للموسيقى وكانت أحجامه المختلفات تزين البيوت وترافق الأجداد أينما ذهبوا وظل رقنا أساسيا من أركان المقهى فغالبية المقاهي تضع في إحدى زواياها راديو كبيرا عتيقا لجذب المزيد من الرواد وعلى الرغم من انحسار اقتنائه واستخدامه لدى الجيل الجديد إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وقصف المدن والبلدات ولجوء الأهالي إلى المخيمات والمناطق النائية وانقطاع الكهرباء رجع بعضهم إلى اقتناء الراديو لمتابعة الأخبار والتواصل الإخباري بين المناطق المنكوبة بهدف معرفة أحوالها وكأن الزمن القديم للراديو قد عاد مجددا طبعا نحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أن يكون معنا بالستوديو أحمد زاكريا صاحف يوم زيار راديو سوري أهلا وسهلا فيك مصال خير بداية كيف ممكن نقدر نفهم طبيعة العلاقة بين الراديو وكبار السن ما بيستغنوا عنه أكيد بداية يعني بدي أقول شغري عن الراديو أنا دائما أنا من الناس يعني من عشاقها الراديو يعني استثنوات الآن في إسطنبول وراء المايك وأبلى طبعا في فترة طويلة يعني الراديو ما زال من ذكريات العصر الزهبي أو العصر الجميل وحتى اليوم ما يزال الراديو موجود يقولون أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا هذا هو حال الراديو يجعلنا نعشق من دون أن نرى ينقل لنا الصورة يروي لنا الحكاية يجعلنا نعيش في أجوائها من دون أن نرى أي شيء هو الراديو في المساء عندما كنت أجلس بقرب نافذة في ساعات الليل الأخيرة أتأمل الليل الشوارع فاضية فارغة من أي إنسان كان الصديق الوحيد الذي كان يرافقني هو الراديو كنت أستمع للأغاني أستمع لصوت المذيع الأداة الرئيسة هو الصوت البشري أستمع لصوت المذيع عندما يلقي بعض أبيات الشعر أحزن أفرح أبتسم أمبهر أتفاعل مع المذيع إنه سحر الراديو صحيح وبتقدر لك أخذني لعالم آخر صحيح ذكك في عالم الراضي عن جد رائع سمعيني بس أجيب السؤال فأنا حطيت لأنه كثير من عشاق الراديو بالنسبة لأكبار السن أكيد من ستي وستك وجدي وجدك من الناس لو عدنا لبدايات إذاع دمشق وانطلقتها بـ 46 أو 47 أو 47 أو 47 أو 47 إذاع دمشق انطلقت وكان هناك يحيو الشهابي على ما أعتقد كان أول صوت يعني بيطلع من هذه الإذاعة حتى إن كان في سوريا أو إن كان حتى في مصر والراديو طبعا هو قبل أنه دخول التلفزيون بالأبيض والأسود بالـ 60 دخل التلفزيون الملون بالـ 78 تقريبا لكن الراديو تاريخ طويل يعني حتى اليونيسكو وحتى الأمم المتحدة احتفلوا بهذا الأمر وخصص يوم عاني بالإذاعة بـ 13 فبراير من كل عام واحتفاء بإذاعة الأمم المتحدة اللي انطلقت أيضا بـ 46 المهم بالنسبة لأجدادنا يعني وعلاقتهم بالمذياع يعني كانوا يسموه صندوق الخشبي كانوا يسموه ثرثار فكان دائما يعني أنا جدي بتذكر كان يقول أنه أنا عم بسمع فأنا هون موجود يعني إحساس هناك علاقة حميمية كانت ما بين جدي وبين الراديو هذا صندوق الخشبي الصغير أيضا يعني كان يحكينا دائما بأنه قبل ما يطلع التلفزيون جدي يعني نحنا بالمقهى يعني نجتمع أو إذا فيه بيت حدا من جيران نروح لعندهم في عندهم هذا الصندوق نعود نستمع أو نستمع لا أمكان ثوم نستمع لها عبدالوهاب يسموها ست أمكان ثوم يعني بهذاك الوقت فكانت تشوف أنه الراديو كان يسبب حاليا من حضرة الجوال بالشوارع ما في حدا كله بدي يسمع أخبار كله بدي يسمع أغاني بحاول يحفظها فكان هو يعني بيسموه الفانوس اليوم الفانوس هو المسلس صغير فأنا بسمي الراديو هو المسلس أديما اللي كان يجمع هذول الناس فهي العلاقة الحميمية كانت ما بين الراديو وبين كبار السن بس ما فينا نقول أنه قديما يعني ذكرت أنه فيه عصر معين كان للراديو فيه له مستمعين ولكن بوقت من الأوقات حاليا ازدهر وصار له كمان مستمعين بأوقات معينة ولكن من خلال تجربتك إذا من نشوف الفارق بين المستمعين قبل والآن اهتماماتهم كيف تغير صحيح هلأ ما أكيد يعني لابد إذا نحطينا بهذا الموضوع وحاولنا أنه نجعل أنه فيه مقارنة ما بين العصر الحالي والعصر الذهبي أو ذكريات الزمن الجميل كما يقال بالنسبة لفترة الراديو تحديدا يعني ما فيه مجال المقارنة ليش؟ لأنه حتى اليوم يعني إذا ردنا أنه فيه ناس كبار بالسن عم يتابعوا الراديو عم يسمعوا الأخبار عم يسمعوا البي بي سي أو هنا لندن أو إلى ما هناك مونتي كارلو متعليم بهاي اللي تماما واكبوها من أيام زمان ولكن اليوم فيه فئة من الشباب إذا ردنا نقول أنه ما كل الناس وما كل الفئات اليوم هي عم تعتمد على هذا الصندوق الخشبي أو على الراديو أو أن تفكر تفتح الراديو ليش؟ لأنه صرت فيه عالم في وسائل جديدة يعني فيه شباب ربما خلص صاروا يعتبروا أن هذا الراديو اليوم وسيلة إعلام تقليدية أديمة بالنسبة لفئة من الشباب ما عم أقول كبار السن لا كبار السن رغم أنه بجوز يشعروا بالأسى أو بالحزن أنه هذا الراديو أو هذا الشيء اللي كانوا دائما على البطاريات من التذكر ربما بفترات وفترات يمكن أنه هذا كان صديق يعني كان مثل ما حكيت بالبداية أنه كان هو الصديق الوحيد لي فاليوم في أمن الشباب صاروا يعتبروا أنه وسيلة إعلام تقليدية لا تنسي أنه اليوم صارنا في عالم الإعلام الرقمي منصات السوشال ميديا إلى ما هناك فحاولت يمكن هو يحاول الراجو قدر الإمكان أنه يواكب هذه التطورات لكن ليس بالروح اللي كانت أديما هو ما انتهى الراجو الروح انتهت أو خفت نعم أستاذ أحمد الظروف اللي حالية اللي عم نعيش فيها مع انطلاق الثورة السورية وحركة النجوح وانقطاع الكهرباء قد يمكن زاد الاعتماد على الرادو خاصة فكيف بتقيم أنت تواجد الرادو في مخيمات اللجوء أو حتى في بلدان اللجوء بشكل عام تماما بعد 2011 ما بعد انطلاقة الثورة السورية بدأ أنه في شيء لازم يكون وسائل الإعلام بديلة لازم يكون في شيء على أرض الواقع لأن النظام بدأ يضيق يعني إن كان موضوع الكهرباء انقطاع الكهرباء المستمر الانترنت انقطاعه المستمر التضييق بشكل كامل فكان أنه في أفكار شبابية طلعت أو في ناس أنه لازم يكون في شيء إعلام يعني ينور الناس يعلمهم أو يعرفهم في الحقيقة شو عم يصير على الأرض في ظل أنه الإعلام النظام هو إعلام يعني يعتبر بالنسبة للناس بهاي المناطق اللي ما موجود فيها النظام أو خارج منطقة النظام سيطرة النظام يعني يعتبروا أنه إعلام مضلل يعني أنه ممكن يكون في قصف وإشتباكات وإلى ما هنالك ولكن تشوفيه بنشراته أنه العصافير تزقزيق وما في شيء أبدا يعني بيعكس لهذا فكان الراديو هو الوسيلة اللي موجودة بين إيدهم للناس إن كان على الموبايل ينزل مثلا للراديو فيستغلوا أحيانا عن طريق الموالد يشحنوا الموبايل فبالألفين واؤناش بدأت أن هذه الوسائل أو هذه التجربة فينا نقول كانت مهمية جدا لتقدر أنه تعود ناس عن هذا الإعلام اللي مضلل بالنسبة لهم لا تنورهم لا تلامس قضاياهم لا تنقل للخبر من الداخل للداخل يعني أنا كان حتى في القرى والبلدات اللي موجودة بهاي المناطق بالشمال السوري لو استطعنا نقول أو اللي خارج عن سيطرة النظام أو حتى في المخيمات يعني أنه ناصر خلص أنه أنا بدي أسمع يعني صرت بدي أعرف لحتى أنا كون وسيلة يعني لامس الحقيقة من خلالها تنقل لي الخبر اللي بدي يا تلامس الشكواي يعني لفترة محددة هذا ببلش من 2012 لفترة ما بعدين يعني كانت طبعا في كتير تجارب مهمة في كتير كان أشياء إيجابية إدر هاي الوسائل أو الراديو لو استطعنا نقول بعد 2011 وإذا عشي هاوي أدمها للناس اللي كانت بهذه المناطق لفترة من الفترات يعني استطاعت تحقيق أشياء إيجابية وتلامست بالفعل وكانت مهمة من خلال اللي أدموا الراديو للسوريين بشكل عام خلال فترة الحرب فينا نقول أنه وخلال افتتاح شاهدنا بأكتر من بلد في مقابل افتتاح فضائيات كانت عربية وأيضا سورية كان في افتتاح لعدد كبير من الراديوهات اللي كانت بتنقل الواقع السوري فينا نقول أنه رجع شاهد نهضة معينة خلال السبع سنوات أو الثمان سنوات الماضية لفترة من الفترة شاهد نهضة معينة ليش؟ لأنه ما بقي أنه يحافظ يعني ما استنم فقط أنه الخط الثوري بيقولولك يعني في بعض الفترات اللي كان فيها اشتداد القصف وإلى ما هنالك الناس وصلت لمرحل لتقلك أنه أنا يا أخي أنا بعرف أنه عم يصير قصف وبعرف عم يصير اشتباكات يعني بدي وسيلة أنا تنقلي همومية اللي صوتي يعني أنا اليوم عندي ساعة المي بهذا الشارع مضروبة بدي حدا يحكي فيها ويوصلها للمجلس المحلي أو للمنظمات أو للجهات المعنية فكان هو الراديو يعني وسيلة أنه الناس تطلع تحكي وتشتكي وإلى ما هنالك فصال يلامس القضايا الاجتماعية تمام؟ بيبتعد نوعا ما أنه ما بس خلص أنه أنا بدي يسلط الضوء على القصف والاشتباكات الناس لأنه بتقلك كما أشرت أنه أنا بعرف ولكن بدي ناس تلامس القضايا الاجتماعية تشرح هموم الناس تنقل هموم الناس هون يعني شهد هذه الفترة أيضا كانت كثير يعني في وسائل حاولت تلامس هذا الأمر بالإضافة كما أشرت أنه في قنوات تلفزيوني أطعت الراديو بأشواط والفضائيات أطعت الراديو بأشواط ولكن رغم هذا الأمر في فترة من الفترة ومرحل من المراحل فعلا شهد الراديو بمناطق في ظل الثورة شهد نهضة يعني منيحة خلينا نحكي شوي عن الراديوهات حقيقة يعني الآن هم في فترة يمرون بفترة صعبة جدا يعني تتعلق للأسف هي يعني كان هناك بفترة من الفترات السابقة يعني كثير من المتابع لواقع الإعلام اللي انطلق بعد 2011 وبلاش يظهر على الصحة أنه كان فيه دائما نوع من التشاؤم نوع من عدم الاستقرار لماذا؟ لأنه أنت الراديو الأيعد فيه أو الوسيلة اللي عم تشتغل فيها وعما تواكب الناس والواوى إلى ما هناك وشيل عم تأدمه والكادر الموجود والمحطات البث والهوائيات الموجودة والإنترنت وإلى ما هناك كلها مرتبطة بالممول والداعم يعني هي ليست منتجة هي تعتمد على الدعم أنت أعطيتني دعم كي أنا أنشئ هذه المؤسسة فكان نوع من التشاؤم أنه يا أخي في فترة من الفترات دعم ذهب ما هو مصيرك تمام؟ للأسف هذا يواجه اليوم كثير بدون طبعا يعني ما بنا نذكر الأسماء يواجه كثير من المحطات الإذاعية والأسف يعني أنه الراديو اليوم يعني كما أشعرنا أنه الروح يمكن راحة روح الزمن الجميل هو موجود الراديو في ناس متعلق فيه ولكن ما عند مثلها الروح الأديمة اليوم في عدد من الوسائل يعني كان في عنا 14 محطة تقريبا بدنا نقول في إحصائيات بتقول كان في 67 ما بين وسائل إعلام النظام الراديوهات والراديوهات اللي موجودة بالثورة في 24 اليوم العدد كثير ضائل كثير تناقص جدا مشوي يعني تخيلي فممكن بعد فترة صغيرة يعني وإن شاء الله ما منتمنى هذا الأمر يكون أنه لازم يكون فيه راديو يعني موجود مو أنه وسيلة مكتوبة أو وسيلة ممرئية ولا يمو هناك نتمنى طبعا الاستمراري للجميع والنجاح للجميع لكن الراديو بشكل عام هو اليوم في مرحلة من الخطر في حالة خطر اليوم صح حقيقة بسبب الاعتماد على موضوع التمويل والتمويل للأسف أنه في جهات تتحكم بهذا الأمر ما حد فيه أنت من المستحين أنك تعتمد على موضوع التجارة والإعلانات وإلى ما ما حد فيه هذا الأمر يعني أنت في ظل مناطق النزاع وإلى ما حتى ولو كان فيه مطالبة من الشعب بوجود الراديو دائما حتى لو فيه مطالبة تماما يعني أنت بتحاولي قدر الإمكان يعني أنه نحن بدنا يعني بعيدا عن موضوع لو تطرقنا على الهامش على موضوع المطالبة كان فيه فترة من الفترات يعني معدة أيام وأنتم صلاة تضعوا على هذا الأمر موضوع الوكالة الأمانية اللي وقفت أو علقت الدعم على الجانب الطبي كان فيه ناس خرجت وأصوات تعالت أنه الجانب الطبي مهم جدا إلى ما هناك وإلى آخر وهو كان من أهم المجالات فاليوم الراديو حتى لو تعالت الأصوات وحتى لو إلى ما هناك لكن خلاص هناك قرار بأنه سيتم إيقاف الدعم عن هذه المحطات وسيتوقف الدعم لأنه بالنهاي يعني غير قادر أي شخص أنه يمول هذا الكادر العام أو يمول الناس اللي موجودة على الأرض إلى ما هناك فاليوم الراديو فعلا في حالة خطار بيقولوا الوسائل التواصل وكان منها أسماء معينة لعبت كتير دور كبير بموضوع الثورة والثورات العربية بشكل عام الراديو أديك عن إلو دور بهذا الموضوع والله يعني يعني أنا بيتصوري من خلال تجربتي اللي قبل سنتين تقريبا كان في بالفعل فكان إلو وجود وكان إلو تواجد ولعب دور ونقل وحاول قدر الإمكان أنه ينقل هموم الناس وقضاياها وشركاويها واليوم يعني فيه تجارب يعني وأنا عم معيش ولكن بنقل توجهات معينة إذا فينا نقول لعب دور مثل بوسائل التواصل للاجتماع إذا فينا نحكي أو حتى التلفزيونات يعني ما بدي أقول أنه تبنى لجمهور معين بالضبط ما أنه تبنى أو استهدى في ممكن فيه البعض أو ما فينا نعمم أنه الجميع ولكن يعني أنا بيتصوري أنه الراديو لازم يكون ملامس للقضايا الاجتماعي بعيد عن أي أجندات أخرى وإملاءات أخرى من أجل أنه بالنهاية نقل صوت الناس أنه الراديو كما أشرنا أنه هو الصوت البشري هو الأداة الرئيسة في الراديو الصحفي أحمد زكريا شكرا لك شكرا جزيلا ولو وجودك معنا حابة بتضيف شيء والله يبتمنى أن يكون يعني يتجاوز فعلا الراديو مرحلة الخطر لأنه كما أشرنا يمكن مثلي كتيرين وأنتم من الناس اللي تعرفوا يعني موضوع عمل الإزاعي نتمنى أكيد أنه يبقى أكيد نتمنى هذا الأمر نتمنى شكرا لوجودك معنا بذكركم أنه فيكم نزوروا موقعنا على الانترنت سيريا دوت تي فيو وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر نشوفكم بكرة بنفس التوقيت بحلقة خاصة خلال لقاء اشتركوا في القناة